تكتسب انتخابات 2024 أهمياتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مصارد دولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنفسية السياسية وتعكس الانتخابات الرئاسية التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية والذي يشمل أربع مرشحين منهم المستقل ومنهم المعارض ومنهم اثنان من الليبراليين مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي تشهدها مصر باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث وتكتسب الانتخابات اهميتها الاضافية من كونها خطوة رئيسية في مصارد دولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية والتي اتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والاهلية هذا المسار الجاد قد تجلى في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية والذي شمل أربعة مرشحين منهم المستقل ومنهم المعارض ومنهم اثنان من الليبراليين ووفق الدستور والقوانين المصرية فقد تم انجاز المرحلة الاولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر خلال الفترة من الاول وحتى الثالث من الشهر الجاري في اجواء ايجابية في 137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة وقد تم تقديم تسهيلات عديدة لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصرية وذلك باشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات وبالتنصيق الوثيق على مدار الساعة مع وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج وكان مشهد لجان تصويت بالخارج خلال الايام الثلاثة مشرفاً ويليق بهذا الاستحقاق الانتخابي الاعلى في البلاد وهو ما ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات باعلان نتائجه التفصيلية من نسب للمشاركة وتصويت لكل من المرشحين الاربعة مع اعلانها النتائج النهائية للدور الاول في الانتخابات وذلك بعد انتهاء التصويت بداخل البلاد